سبع الخير يا فندم كل سنة حراك طيب وكل عمال مصر بخير نسازن سيادتك في استعراض الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتعوطين الصناعة المصرية إبدأ احنا اشتغلنا في السنة التين اللي فاتوا هو عمر إبدأ على 84 فرصة صناعية ادلنا الحمد لله ان احنا نحول عدد 23 منهم لشركات قائمة منهم اللي بدأ انتاج ومنهم اللي تحت الانشاء 24 فرصة صناعية ودي مرحلة إبدأ التانية وان شاء الله 37 فرصة صناعية في المرحلة المستقبلية التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنيه وعشان الناس تقدر تتخيل معنا الرقم ده ضخم قد إيه فالرقم ده بيمثل 28% من حجم الاستثمارات اللي اتضغط في القطاع الصناعي في آخر 3 سنين ابدأ بتمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية ابدأ ورجال الأعمال بنسبة 49% استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5% بالإضافة ل 46% تمويل مؤسسات دولية اللي ساعدنا ان احنا نحقل حجم الشغل ده في الوقت القصير ده ان احنا استغلنا الميزات التنفسية الموجودة وان احنا بنين على الدولة المصرية حقيقته في آخر 10 سنين من استفادة للأصول الدولة تطوير البنية التحتية تطوير المواني والعمال المدربة اهتمام ابدأ الشامل ما كانش بس بخط الانتاج ومباني مع اهميتهم بالعكس كان اهتمامنا الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي بتقابلنا مع المصنعين التحديات دي مش بالضرورة اجرائية فقط بالعكس التحديات دي كانت عدم مجابها لاليات السوق التحديات دي كانت عدم مجابها لاليات السوق أفكار غير مكتملة التحديات في إدارة المسلسات الصناعية والتحدي الأكبر دايما وهو التمويل ابدأ طورت من فلسفتها وفكرنا برا الصندوق واخدنا مجموعة من المشروعات المرحلة الأولى ودخناها في صندوق استثمار مباشر تشريف سيادة كلينا من السازم في اطلاق صندوق النيل الصناعي للإستثمار المباشر أول صندوق صناعي متخصص في الإستثمار الصناعي في مصر واللي هتكون قيمة الإصدار اللي أول ليه 2.5 مليار جنيه الصندوق بإذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصة المصرية لضمان شفافية كاملة لكل المستثمرين ومن هنا بندعو جميع المستثمرين رجال الأعمال المصريين البنوك المصرية والمؤسسات المالية وحتى الأفراد للإستثمار في الصندوق الصندوق هيكون هو حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية لتحقيق عواد استثمارية فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الأرض وفريق متميز مشترك بين شركة إبدأ وشركة القاهرة كابتل للإستثمارات المالية بدأنا استراتيجية للإستثمار بدخل مئة مليون جنيه كحد أدنى في المشروع وحد أقصى خمسمائة مليون جنيه احنا سهدف جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية لكل المشروعات اللي بتستهدف تقليل الفاتورة للسردية بإذن الله يا فندم بعد النجاح للإصدار الأول هيكون في إصدار تاني وتالت بإذن الله سازن سيادتك في عرض أربع نمازج لمشروعات إبدأ عن طريق الفيديو كونفرنس سواء بالشراكة مع إبدأ أو مشروعات إبدأ قدمت لها دعم مصنع محركات وسائل النقل الخفيف أستاذ محمد وفاقي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم النهاردة احنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف ده أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا النهاردة بنحتفل مع سيادتك بإنتاج أول محرك مصري المصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمال تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه مصري التقى الإنتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنويا نسبة المكون المحلي 70% مدخلات إنتاجية مصرية يصل عدد العمالة إلى 120 عامل تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج وهم خمس مراحل إنتاجية تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفقاً واشتراطات الجودة الصينية والدولية حابين نقول لسيادتك كل صارع وحريق طيب يا رب وكل عمال مصر طيبين شكراً يا فندم شكراً يا محمد شكراً جزيلا مصنع نوفا لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي دكتور مهندس أحمد كمال معاوض اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم هنردى متواجدين في مصنع نوفا للتنمية الصناعية بنشهد تشغيل المصنع من نسبة 100% في الفترة الماضية تم التعاقب مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وعسوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محلياً بترخيص ما هذه الشركات بتشمل هذه المكونات المروقات والفلاتر والأبواب ووحدات تكفيف الحمأة الميكانيكية وأنظمة التهوية المتخصصة والمختلفة وبذلك يجعل مصنع نوفا مصنعاً متميزاً في أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال بلغت تكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري والمصنع بيوفر 300 فرصة عمل ويتبلغ طاقته الانتاجية 150 طن شهرية من المكونات المصنعة من السلستين هذه المكونات يا فندم كان بيتم استرادها من الخارج المصنع حالياً أصبح قادر على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات وبالإضافة لذلك فإنها من المستهدف تخصيص 30% من إنتاج المصنع للتصدير الخارجي حتى يمكن المصنع توفير النقد الأجنبي للبلاد شكراً لسياتك يا فندم مصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الاسفنج والأثاث الفندوقي سيد أحمد رجب الشفعي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم احنا في فانتازيا بدأنا من الصفر في محافظة الدأهلية تحديداً المنطقة الصناعية جمصة لتصنيع منتجات الاسفنج والفرش الفندوقي ومع مرور الوقت قدرنا نزود خطوط إنتاج للصناعات المغزية لمنتجاتنا وقدرنا نصدر منها 30% ونصنع لحساب شركات أجنبية مجموعة فانتازيا حالياً يا فندم على مساحة 15 ألف متر بتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه نسبة المكون المحلي يا فندم في منتجاتنا حالياً 30% وهدفنا نزودها 70% وكان لتصناع بمبدرة إبدأ دور كبير عن طريق تخصيص كتعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وده هيوقف استراض حوالي 150 ألف طن من الخام سنوياً بالإضافة للتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وده وفر علينا وقت ومجود كبير في افتتاح هذا المصنع كل سنوى حضرك طيب يا فندم وعمال مصر بكامل الصحف والعافية أشكرك يا سيادة الرئيس شكراً جزيلاً ماصنع آنجلين إيستيجبت للتكنولوجيا الحيوية السيد ليويجين اتفضل لفن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة